السلام عليكم. طبعا قبل ما ابدأ عندنا هنا في الزقزيق اغلب المدارس التجربية والمدارس الخاصة كمان الدرس الاخير اللي هو درس الاكسينشن ده اطلاغة. فمش عارف ده هلها على مستوى الجمهورية كلها ولا لأ. فياريت الناس اللي بتتبعنا تبعتلي في الكومنتات تحت المحافظة اللي هم فيها وهل الدرس ده تلغى ولا لأ وكمان ياريت اتمنى تبعتولي معادة الامتحان بتاعك وبحيث ازبط الفيديوهات على اساسها نحل عدد معين من المحافظات. بعتزد طبعا عن اني الفترة يفاتت ما نزلتش فيديوهات خالص لكن ان شاء الله هنحاول ان احنا ايه نلم الدنيا ونحل على قد ما نقدر حتى النخلص الدرسي والمحافظات كمان. دلوقتي احنا هنحل اسئلة الدرس الاول في يونت تو. اول سؤال عندي choose the correct answer the height of atmospheric envelope is about. يبقى عندي ايه 1000 كيلومتر طبعا. ماشي كده. طيب. atmospheric pressure is the space of air column. من definition بتاع atmospheric pressure هو الويت. وزن. وزن عمود الهوى. ماشي كده. the measuring units of atmospheric pressure is or is او او ار. انا عندي الميجرينج كالبار والميلي بار. فعندي البار اهو. وعندي نيوتن وعندي ميلي ميتر. لا هي ميلي بار. ماشي كده. فطبع طبعا البار بس. ادفايس that is used in measuring the atmospheric pressure. الديفايس اسمه البروميتر. ماشي. زي نورما الاتموسفيريك برجر اقوال اه اقوال اه اه اوان سازن سرسين بوينت توفيف ملي بار. ولو جاتلي بالبار. يعني دي كده ملي بار. لو جاتلي بالبار. لو قل لي كان بار؟ اقواله اكوال واين بوينت زيرو وان سري كده. ماشي؟ ده كده بالبار لو جاتلي وده كده ايه بالملي بار زي ما ما قتب عندي في الكتاب? ماشي كده? يبقى دي مهمة برضو عرفها. طيب. اااااااا ازا دينيستي نفهم بقى دي عشان نفهمها كده نفهم ان هي الزحمة يعني ايه الزحمة دلوقتي يعني ايه يعني كده مسلا ان انا عندي ده السليفل ماشي كده اللي هو ايه سطح البحر ماشي كده اللي احنا مسلا عايشين في نفس مستوى تقريبا فهي الزحمة يعني ايه الزحمة يعني الزحمة هنا ايه الزحمة هنا كثير اوي� ماشي كده في زحمة كثير جدا من الائر وكل ما ناطلع بقى الزحمة دي تبدأ تقل كده تبدأ تقل تبدأ لو اطلع لفوق خارز كده مفيز زحمة تبقى وتبقى اليلي جدا جدا فكل ما انا ايه بقى زاد دينس اوف اير كل ما دينس يزيد كل ما البرجر يزيد ليه منتا منتا دلوقتي لو في مثلا جسم هنا لو في جسم هنا مين اللي ضغط عليه اللي ضغط عليه ده كله صحيك كده الدينيست هنا أزيد من هنا فاللي ضغط في الجزء ده فقط كبير جدا كلما الدينيست في زم ازيد كلما but the pressure يضغط على الجسم هي طبعاnar الديسTI داير جلى طول مع دينيستa ضاعدة كلما يزيد كان الديسا زادة الان الدينيستا بتقل فالتريق على بيقل ماشي كده طيب بتقيس الارتفاع عن سطح البحر طبعا هو مين الالتيمتر ماشي كده هو اللي بقيس الالتيتود تيجي الالتيتود الالتيتود ارتفاع او صعود والتيتود برضو ارتفاع ماشي كده كل ما بطلع كيلومتر لفوق كل ما بيحصل بمقدار 6.5 ديجري ماشي كده فانا عندي دلوقت او يبقى عبارة عن الهيط ماشي كده طبعا انا حافظها عندي كده في الكلاب بس الفكرة هو انا دلوقتي ايه طلعت اوان كيلومتر فكده حصل بمقدار 6.5 ماشي كده طلعت 2 كيلومتر فكده حصل بمقدار سيرتين طب سيرتين ازاي ما انا قلت مشان اطلعت 2 عملت تايميز 6.5 بقت سيرتين ماشي كده طلعت 3 فهاجمع 6.5 بلاس 6.5 بلاس 6.5 بلاس 6.5 يعني كاني اجمع كاني بضرب الهيط في 3 ماشي كده فعشان كده بيقول لي ماشي كده ماشي كده او باي يعني بيحصل لها ان هي نقصت بمقدار قد ايه عند 2 كيلومتر فوق طيب ما هو دلوقتي انا لما طلعت 1 كيلومتر حصل 6.5 طب لما طلعت 2 كيلومتر يبقى اكيد حصل الضعف ماشي كده الضعف اللي هو سيرتين صح كده لو قال لي مثلا 3 3 كيلومتر طلعت 3 كيلومتر يبقى هعمل كده انا طلعت 3 كيلومتر يبقى 3 6.5 كده يعني ماشي طيب اه دي هتطلع كام دي هتطلع 19.5 0.5 طيب اه 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 بتحصل في اللير بتاعتنا اللي هي مين اللي هي التروبوسفير فين التروسفير ماشي هو بيعمل ايه الووتر فيبر ده هل بيعمل دي كريز ولا انكريز ولا ولا واحدة منهم لا او ما بيعملش دي كريز ولا انكريز بس بيعمل ارجنيز بيزبطها بيعدلها كده يعني بيخليها كويسة ايضا طبعا الستراتوسفير يبقى انا عند الفيرست هي التروبوسفير السكند استراتوسفير السيرد هي الميزوسفير الفورس هي الايه السيرموسفير ماشي كده بيخ اللي هي بتوين استراتوسفير يعني هي مواقع بين التمارين والميزوسفير طبعا الستراتوسفير والميزوسفير من الحقيق التي هو استراتوسفير سكن هما هو التروبوسفير عنده. في الاول التروبوسفير صحي كده? بعد كده في بينهم مين? في بينهم في بعديها قصدي ستراتوسفير طيب. ستراتوسفير طيب. هل بقى هل دي دخلة بديها على طول ولا في بينهم حاجة فاصلة? في بينهم لير فاصلة كده صغيرة بيبقى اسمها ايه? يعني هي مش هي بفوق التروبوسفير تبقى اسمها تروبوبوز. وهكذا بقى. بين الستراتوسفير والميزوسفير الاير صغيرة اسمها ميزو بوز واه كذا. بين الميزوسفير والسيروسفير hide before doing يعني أقف فيها، لا يحدث فيها أي تشيء في التمبراتشار أو البراتشار. طيب، هذا من خلال مذاكرتكم للدرس، ستعرفوا أن هذا المثال مزبوط. أزون layer is found in موجودة فيه؟ موجودة طبعا في الثاني layer اللي هي الاستراتوسفير. The air moves in the stratosphere layer في الاستراتوسفير layer اللي هي الثاني layer بيتحرك زي بيتحرك horizontal. نعرف حاجة مهمة قوي. في التروبوسفير بيتحرك vertical. في الاستراتوسفير بيتحرك horizontal. ماشي كده؟ نفرق ما بينهم. The pilots prefer to fly their planes in lower part of the stratosphere because no clouds exist. أيوة دي مظبوطة بس في عندي zero or no wizard disturbance. ما فيش أي خلل. مش عايزين نقولها خلل. يعني ما فيش أي تغيرات في الوزر بتحصل. Air moves the horizontal. The air بتتحرك horizontal. ده طبعا صح. يبقى كل الإجابة عندي أن all the previous answers. The coldest atmospheric layer and the atmospheric envelope طبعا الميزوسفير. يبقى الميزوسفير والShermosphere عكس بعد. الميزوسفير هي واللي فوقيها على طول اللي هي السيرموسفير هي الهوتست. ماشي كده؟ طيب. The sickness of mesosphere layer is equal cam 35 لأن هي بتبدأ من 50 لغاية ايه؟ لغاية 85 صح كده؟ يبقى بينهم sickness 35 طيب. The temperature add the top of mesosphere layer reaches reaches cam reaches negative 90 ماشي كده؟ فعشان كده هي very cold يعني. the space layer is much vacuumed layer بردو هي الميزوسفير. طيب. meters are formed بردو in mesosphere. كل دول موجودين في الميزوسفير. زهوتست atmospheric زهوتست. يبقى الكولدس هي الميزوسفير. الهوتست هي السيرموسفير. كلمة sermo جاي من thermal يعني حرارة. فنعرف ان هي الايه؟ الهوتست. Ionosphere layer is surrounded by two magnetic builds اللي هم الفين الميزوس. ماشي كده؟ Ionosphere layer is located in the upper part of the space layer. Ionosphere موجودة في ال upper part بتاعت مين بتاعت اخر layer اللي هي السيرموسفير. The charged cosmic radiations are dispersed in the space layer. كلمة dispersed يعني تتفرق. يعني تنتشر. يعني تتفرق. تنتشر. كمان تتبعطر. ماشي كده؟ كل دي كلمة dispersed. هي تتفرق في الايونسفير. ماشي كده؟ طيب. choose from column b. what's used it in column e. طيب. هنجيبها من هنا. The coldest layer. ال coldest layer. انا عارف انها هي الميزوسفير. يبقى هنكتب كده فور. ماشي كده؟ اهي الميزوسفير. The layer that is suitable for aeroplanes. طبعا مين دي اللي هي السيراتوسفير. اللي هي تاني layer. فين السيراتوسفير. يبقى اللي هي 5. The instrument used to measure atmospheric bridges. علشان نقيس الاتموسفيريك بيريجر. طبعا هي ايه؟ طبعا قال لي اتموسفيريك بيريجر. مش قال لي مثلا. بتستخدمها علشان احدد الوزر. او علشان احدد. ال altitude. يبقى هي. هتبقى البروميتر على طول. ماشي كده؟ يبقى هي. لو قال لي major atmospheric bridge. اقول البروميتر على طول. ماشي كده؟ هتبقى البروميتر. يبقى فين البروميتر. اللي هو ون. طبعا ما هي الالتيميتر مثلا. وانرويد. دول عبارة عن انواع من البروميتر. يعني حاجات مصنوعة من البروميتر. البروميتر كان الاساس بتاعها. ماشي كده؟ طيب. زال layer that contains all wizard conditions. طبعا اللير بتاعتنا اللي هي. التروبوسفير. التروبوسفير. يبقى سري. an instrument used to determine the altitude. من كلمة altitude. افتكر التميتر. التميتر. التميتر اللي بيحدد الايه الاتفاق. طيب الالتيميتر اللي هي two. زال هوتستلير طبعا السيرموسفير اللي هي مين اللي هي six. صح كده؟ طيب. برضو تشوز. انا عندي. protect man's life from cosmic radiation. طبعا دي الفان آلين بيلتس. بتحمي حياة البشر من الأشعة الكونية. اللي هي الفان آلين بيلتس. اللي هي سري. طبعا. is the region between mesosphere. بين الميزوسفير والسيرموسفير. اللي تنظر ورا بعض صح. فبينهم مين؟ بينهم الميزوبوز. صح كده؟ فين الميزوبوز؟ يبقى وان. is the region between stratosphere and mesosphere. بين ال stratosphere والميزوسفير. يعني بين اللير التانية والتالتة طبعا استراتوبوز. stratosphere. استراتوبوز. استراتوبوز. فين؟ اللي هي فيب. هي بتتسمع على اسم مين؟ احنا قلنا هو. يعني انا عندي هنا كده مثلا. اول واحدة اللي هي التروبوسفير. وبعد كده فيه الستراتوسفير صح كده؟ فالليار اللي بينه بتتسمى على اسمي على اسم اللي تحت دائع ماشي كده على اسم اللي تحتيها يبقى استراتو بوز تروبو بوز معلش تروبو بوز طب اللي بين الاستراتو بوز والاستراتوسفير والميزوسفير هتتسمى استراتو بوز طب اللي بين الميزوسفير والسرموسفير هتتسمى ميزو بوز وهكذا طيب زي رجم بتوين تروبو سفير عند السراتو سفير يعني اللي بين التروبو سفير الاولانية والسراتو سفير اللي فوقيها يبقى اللي بعدها تبقى ايه تروبو بوز فين تروبو بوز اللي هي ترو ماشي كده اللي كنا لسه بنقولها فوق إزا لها ريوز دي ان وايرلس كوميونيكيشن اللي بنستخدمها في الوايرلس كوميونيكيشن دي اللي هي الايون سفير اللي هي فور ماشي كده طيب بطرو اور فلس is incorrect the wrong one the atmospheric involuntary rotates with the earth around its axis طبعا دي ترو يعني ايه يعني الارثة هي والاتموسفيريك انفولوب اللي هي عبارة عن الفور ليارز اللي احنا عارفينهم بيدوروا مع الأرض طبعا هما بيدوروا مع الأرض ليه؟ بسبب الارض الارض بتخليهم هما دايما يدوروا لما كانش فيه جرافتي في الأرض كانو زمانهم سبوها ومشيوا ماشي كده فالجرافتي دي عاملة زي حبل كده شدهم وشد الأمر وشدانا وشد أي جسم موجود على سطحها اللي هي الارض دي. طبعاً دي فولس لأن هي مش الماس هي الايه هي الويت من الديفنيشن طيب. طيب. طيب بيحصل له كل ما نطلع كل ما نطلع فوق طبعاً دي ترو. طبعاً قلنا الدينيستي مش بيحصل لها انكريز ده كل ما نطلع الدينيستي بيحصل لها دي كريز عشان كده البرجر بيحصل له دي كريز. طيب يبقى البرجر بيعتمد على على الدينيستي. التيميتر is an instrument used to the elevation of aeroplanes above the sea level ده طبعاً ترو. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اموبة البوتا جاز. الضغط طبعا جوه اموبة للجاز بيبقى عالي جدا صح? ضغط الغاز جوه الاموبة بيبقى عالي جدا لدرجة ان الجاز بيتحول لليكود. بسبب ان هو بيبقى كمية كبيرة جدا من الجاز واشنا عملناها ضغطنا فبتتحول لليكود. فاول بقى مفتح المحبس بتاع الانبوبة يبدأ الجاز يطلع بقى برة. اه مش الجاز بيطلع برة مش ال اير اللي بيدخل لجوه. ليه بقى عشان الضغط جوه كبير فايه? فلجاز يتحرك من المنطقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق والتروبوسفير الأولى فلا يبقى الستراتو بوز is the region between الستراتو سفير and a endوميزو سفير يبقى and a endوميزو سفير يبقى هي بين الطبقة والطبقة اللي بعديها لو فيها أي حاجة مش واضحة في حلي يريد تكتبها في الكومنتات وهشرحها بالراحة خالص أنا بعتمد أن الكلام ده بالنص يمكن موجود في الكتاب All atmospheric phenomena like rains, winds and clouds takes place in ionosphere طبعا غلط دي بتحصل في كل الحاجات اللي هي علاقة بالوزر بتحصل عندنا احنا في التروبوسفير طيب the sickness of troposphere layer is 37 km sickness of troposphere layer is 37 km التروبوسفير اللي هي أول واحدة لا طبعا دي غلط هي طبعا كام عبارة عن ايه سيرتين ماشي كده او ممكن نغير التروبوسفير دي ونخليها الستراتو سفير هي الستراتو سفير ماشي كده عادي mesosphere layer contains 99% of atmospheric water vapor which organizes the earth's temperature طبعا غلط هي اصلا اللي فيها اي حاجة من water vapor او اي حاجة خاصة بالوزر دي قلنا اللير بتاعتنا اللي هي التروبوسفير the atmospheric pressure in stratosphere layer increases as we go up until it becomes 0.001 bar طبعا احنا قلنا كل ما احنا طلعين البرجر ما بيزدش ده البرجر بيحصل له ايه decrease يبقى مش increase يبقى ايه decrease طيب بالتس بريفير to fly zero airplanes in the upper part of mesosphere هي اصلا مش في الميزوسفير هي في الستراتوسفير ومش في ال upper part وفي lower part فانا غير دي كلها خليها lower part of stratosphere meters are formed in mesosphere layer due to the friction with air molecules دي مظبوط كنا قلناها ورا في ال choose mesosphere layer mesosphere is the coldest layer in the atmospheric envelope دي طبعا true والهوتست اللي هي السيرموسفير the temperature of the force layer increases at high rate as we go up until it reach 1200 silesius at its top دي مظبوط متخيلين ان ال ان التمبريتش بتاعتها بيحصل لها increase لغاية ما توصل للرقم ده فهي طبعا الهوتست atmospheric layer ozone layer is found is in thermosphere طبعا false هي موجودة فين ال ozone layer موجودة في الثاني layer اللي هي stratosphere stratosphere is the third layer طبعا غلط من third layer third layer هي mesosphere mesosphere هنكتبها aurora phenomenon is considered as colored بيوصفها colored brightly light curtains seen at north and south of the earth طبعا دي true ونترجمها او نفسرها aurora phenomenon phenomenon او aurora phenomenon اللي هي ظاهرة الشفق الكتب اللي هي بتبقى عبارة عن حاجات ملونة بتظهر كأنها ستاير ملونة في الكتبين الشمالي والجنوبي من الارض the atmospheric envelope is inserted in the outer space يعني atmospheric envelope متوصل بالفضاء الخارجي يعني الحاجة اللي لحمة او موصلة atmospheric envelope بالفضاء الخارجي الحاجة اللي ربطهم ببعض هي مين هي طبعا الاكسوسفير يبقى انا عندي دي هنقول ذا atmospheric envelope is inserted in the outer space in a region known ذا as ionosphere طبعا اسمها exosphere هي دي الحاجة اللي ربطة ما بين atmospheric envelope بتاعنا مش بتاعنا atmospheric envelope عموما اللي هما الفور layered و outer space ماشي كده طيب ساتيليت revolves around the earth in a region called exosphere دي طبعا true ذا ionosphere is surrounded by ionosphere surrounded by two van alan built اللي هما magnetic يعني which are responsible atmospheric طيب ممكن يكون في حاجة في ال spilling زا ويت off air column of an atmospheric above unit area طبعا ال atmospheric pressure 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 طيب the measuring unit of atmospheric pressure طبعا عندي في مين measuring unit في عندي bar وعندي كمان milli bar at atmospheric pressure at sea level دي كنت اسمها normal atmospheric pressure ماشي كده اللي هو اسمه الضغط الجو المعتقد الضغط الجو العادي بتاعنا اللي احنا عايشين على دلوقتي او اللي احنا خضعين لي دلوقتي ماشي كده the device used to measure the atmospheric pressure طبعا هو قال atmospheric pressure بس ما قال اي بيئيس اي حاجة مش قال مثلا a type of parameter that is used for كذا اقول دي مثلا ال aneroid بس هو بيقول الجهاز اللي بيئيس الاتموسفير بريجر اقول البروميتر على طول اهو the parameter used to determine the possible day wizard طبعا ده aneroid aneroid طيب اه parameter used by pilots in airplane to measure their elevation او altitude about the level دي طبعا مين اللي هو الالتيميتر a curved line that joins points of equal pressure in atmospheric pressure maps طبعا ده the isobar the region between troposphere والسيرتوسفير بين اول واحدة وتانية واحدة فهتتسمى على اسم دي يبقى التروبوبوز هي بين التروبوسفير والسيرتوسفير the boundary expression يعني الخط الفاصل between stratosphere and mesosphere بين ده التاني والتالت فهيتسمى على اسم التاني ده يبقى stratosphere stratosphere sorry طيب the region between mesosphere and thermosphere طبعا ايه برضو ميزو ايه mesopause طيب the first layer of atmospheric envelope طيب يريد تكترحوا علي لو وصلتوا الجزء ده من الفيديو هل الريد سيمتف كتير مدي شرط تكتبها ولا لا ما كتبهاش يعني طبعا انا لو ما كتبتهاش ده هو يوفر لوقت بحيث نحل اسئلة تانية انما لو ناس عايز عشان الاسبالج او عشان اي كان اولو انك اكتب ازا first layer of atmospheric envelope طبعا first layer هي مين هي troposphere نفس الكلام atmospheric layer in which air current طيارات الهواء moves vertically بتتحرك بشكل عمودي طبعا هي برضو second layer يبقى عند second layer هي مين هي للستراتوسفير زي ادرونك atmospheric envelope stratosphere atmospheric layer in which air moves horizontally طبعا دي مين دي طبعا برضو للستراتوسفير يبقى ناخذ بالنا vertically vertically بتتحرك vertically بشكل عمودي في الاستراتوسفير في التروبوسفير وبتتحرك بشكل horizontal off key في الاستراتوسفير vertical كده او كده يعني وhorizontal كده او كده ماشي ده الhorizontal ده الverte طيب ازا atmospheric layer twitch pilots prefer طوب برضو اللي هي الاستراتوسفير زا coldest atmospheric طبعا الميزوسفير طيب اهوتس atmospheric layer a charged layer reflectous radio waves charged layer reflectous radio waves السؤال الجميل طبعا ديت اللي هي مين الايون سفير حتى من الديفنيشن بتاع طيب built يعني حزام ماشي كده لانهما الماجنيتك دي عاملينه زي حزام كده محوط الانس فيه the phenomenon that appears due to scattering of harmful charged radiation by van allen بلتس طبعا الفنومن دي او الفنومن that appears as brightly colored light curtains seen as post-pulls of the earth كلا الكود بين اللي هما north and south طبعا دي اللي هي الاورورا فينومن the region in which atmospheric envelope is inserted in outer space متصل بالأوتر space او the region in which satellites orbit the earth planet بتدور حوالين the earth planet دي الاكسوسفير اللي هي ايه اخر حاجة بامر الى في الفيديو الجاي هنحل هنبدأ في الكمبيت لغاية اخر الدرس واتمنى ترد على في موضوع هل الدرس الاخير تلغى ولا لا اشتركوا في القناة